الوظيفة العامة للجهاز البولي هو انه بيفلطر الدم وبيتخلص من الفضلات الموجودة في الجسم اللي هي اليوريا اللي بيحصل هو ان الدم بيدخل للكليتين عن طريق الشريان الكلوي بعد ما يتفرع من الشريان الاورطة داخل الكليتين بيتم ترشيح المواد اللي في الدم داخل نفرونات الكليا بعد كده بيتم اعادة انتصاص المواد اللي الجسم بيحتاجها وترجع للدم مرة تانية لكن المواد الباية واللي الجسم مش بيحتاجها بيطردها في صورة بول الموضوع ده بيحصل على مرحلتين وهم ترشيح الدم وعادة الانصاص الاختياري البول لما بيتكون في الكليتين بيمر في الحالبين لحد ما يتجمع في المسانة وأول ما المسانة تتملي بيحصل تفاعل ما بينها وما بين الجهاز العصبي اللي بيبعث لها إشارات عصبية علشان تنقبض عضلاتها الموجودة في جدارها وتنبسط العضلة العصرة فيخرج البول لخارج الجسد خلال قناة مجرى البول في عملية اسمها ميكتيوريشن اللي هو التبول كل كالية بتحتوي على حوالي مليون وحدة وظيفية وهي النفرون الدم بيدخل للنفرونات عن طريق شعيرات دموية صغيرة اسمها جولوميورنس يعني الجمع الجمع بيكون محاط بحاجة شبه الفنجان اسمها جولوميورنس كابسول ودي محفظة اسمها محفظة بومن في محفظة بومن بيتم ترشيح الدم بحيث يمر فيها مكونات الدم الصغيرة في الحجم والمكونات الكبيرة بتمشي في طريق عادي داخل الجمعة مكونات الدم اللي بتترشح في محفظة بومن بتدخل بعد كده في أنبوبة النفرون علشان بعد كده يحصلها إعادة الامتصاص الاغتياري بحيث إن بيتم إعادة امتصاص المواد اللي الجسم بيحتاجها تاني فترجع للدم زي مثلا المية والجولوكوز والعناصر والأيونات الضررية لجسم الإنسان إعادة الامتصاص بتحصل خلال جدران أنبوبة النفرون وجدران الشعيرات الدموية وفي نفس الوقت الفضلات الإضافية اللي بتكونها وجودة في الدم بتنتقل لأنبوبة النفرون علشان يتم تجميحها في صولة بول في النهاية في القناة المجمعة اللي بتفتح وبتصب في حوض الكليا واللي بيصب البول بعد كده داخل الحالب ومن الحالب للمسانة وبعد كده من المسانة لخارج الجسم خلال قناة مجرى البولج بيتم تقسيم الكليا إلى ثلاث مناطق المنطقة الخارجية الديعة من الكليا اسمها الكشرة والمنطقة التانية من الداخل بتكون عريضة وبتحتوي على أجزاء عاملة كده زي الأهرامات اسمها أهرامات الكليا بالإنجليزي رينال بيرامتس المنطقة دي اسمها النخاع المنطقة التالتة والأخيرة وهي حوض الكليا وخاض الكليا هو عبارة عن تجويف مكعر بيصد في الحالب مباشرة الوظيفة الأساسية للكلية هي استخلاص البول من الدم والكلية علشان تقدر تكون بوظيفتها بتحتوي على وحدات وظيفية صغيرة اسمها النفرونات جمع كلمة نفرون اللي هو الوحدة الوظيفية للكلية وكل كلية بيكون فيها حوالي مليون نفرون يعني جسم الإنسان بيحتوي على كليتين يعني بيحتوي على اتنين مليون نفرون علشان في موظيفة الكليا تعالوا نعرف تركيب النفرون النفرون بيتكون من جزئين رئيسيين الجزء الأول هو جزء منتفخ في البداية عامل شبه الفنجان كده اسمه محفظة بومن والجزء الثاني عبارة عن أنبوبة ملتفة حوالين نفسها اسمها أنبوبة النفرون محفظة بومن اللي اكتشفها العالم بومن فتسمت باسمه وهي عبارة عن جزء منتفخ شبه الفنجان ليه أقدار مزدوج وبتكون موجودة في منطقة الكشرة من الكليا محفظة بومن بيتصل بيها قناة ملتوية أو متعرجة على نفسها وعلشان القناة دي قريبة من محفظة بومن يبقى اسمها القناة الملتفة القريبة وبتكون موجودة برضو في منطقة الكشرة بعد كده أنبوبة النفرون بتنحني في منطقة النخاع وبتكون على شكل حرف اليو واللي اكتشف التانية دي هو العالم هنل فيبقى اسمها سانية هنل بعد كده بترجع أنبوبة النفرون لمنطقة الكشرة تاني وبتكون في شكل متعرج علشان تكون الأنبوبة الملتفة البعيدة أو القناة الملتفة البعيدة اللي بتصب في النهاية في قناة كبيرة اسمها القناة أو الأنبوبة الجامعة وكل قناة ملتفة بعيدة بتنتهي في قناة جامعة واحدة ولكن القناة الجامعة الواحدة بتاخد من أكتر من قناة ملتفة بعيدة بعد كده بتنتهي القناة الجامعة بحوض الكليا اللي بيكون متصل مباشرة بالحالي يعني كده كل كليا بتحتوي على حوالي مليون نفرون والنفرون الواحد عبارة محفاظة عاملة شابه الفنجان كده اسمها محفاظة بومن بتكون موجودة في منطقة الكشرة من الكليا وبيتصل بمحفاظة بومن قناة ملتفة قريبة بتكون موجودة في الكشرة برضو بعد كده بنلاقي فيه ثانية على شكل حرف اليو اسمها ثانية هينل بتدخل منطقة النخاع وترجع تاني للكشرة وتكون القناة الملتفة البعيدة في منطقة الكشرة بعد كده بتتجمع القناة الملتفة البعيدة للنفرونات في أنابيب اسمها إلى أنابيب الجامعة اللي بتصب فيه حوض الكليا اللي بيحصل هو أن الشريان الكلوي بعد ما يتفرع في الشريان إلى ورطة بيدخل للكليا ويبدأ أنه يتفرع لتفرعات أصغر وأصغر لحد ما في النهاية خالص بيكون شبكة من الشعرات الدموية بتكون موجودة داخل محفظة بومن والشبكة الشعرات الدموية دي اسمها الجمعة استخلاص أو تكوين البول بيتم من خلال عمليتين أول عملية اسمها عملية الترشيح والعملية الثانية اسمها عملية إعادة الامتصاص الاختياري عملية الترشيح بتحصل داخل محفظة بومن اللي بيحصل في عملية الترشيح أن الدم بعد ما بينتقل من الشريان إلى ورطة إلى الشريان الكالوي إلى التفرعات الأصغر لحد ما يوصل للشعرات الدموية الكتيرة اللي بتكون موجودة في محفظة بومن واللي اسمها الجمعة بيتم ترشيح الجزء السائل من الدم اللي هو البلازمة وكل اللي فيها من مية وفضلات ومواد بعدنية وجلوكوز وأحماط أمينية بيتم ترشيحها من الجمعة إلى داخل محفظة بومن بص مكونات الدم كلها هي البلازمة واللي بتكون حوالي 54 أو 55% من إجمال كمية الدم وقرات دم الحمراء والبيضاء والصفايح الدموية واللي كلهم مع بعض بيكونوا حوالي 45% من الدم كلها البلازمة بيكون فيها مية بنسبة 90% وبقى العشرة في المية من البلازمة بيكون عبارة عن فورتنات وأملاح مواد أخرى زي اليوريا والفيتامينات والجلوكوز والأحماط الأمينية والنواتج الأخرى لعمليات الايد كل المواد الصغيرة بيتم ترشيحها إلى داخل محفظة بومن وبتمر من خلال السقوب الموجودة في الشعيرات الدموية لكن الجزيئات الكبيرة في الحجم زي مثلا كرات الدم الحمراء وخلال الدم البيضة والصفايح الدموية والبروتينات الجزيئات دي بتكون كبيرة في الحجم وبالتالي مش بتقدر أن هي تعدى من سقوب الشعيرات الدموية يعني كده كل اللي عادة هو البلازمة وكل اللي فيها معادة البروتينات نيجي بعد كده للعملية التانية وهي عملية إعادة الامتصاص الاختياري ودي بتحصل على طول أنبوبة النفرون سواء كانت القناة الملتفة القريبة وسانية هنل أو القناة الملتفة البعيدة اللي بيحصل في عملية إعادة الامتصاص الاختياري هو أن بيتم امتصاص المواد اللي الجسم بيحتاجها وبيتخلص من الفائد لأن احنا كده كده صبينا كل الماء والجلوكوز والمواد المعدنية وكل محتوى البلازمة داخل أنبوبة النفرون أثناء عملية الترشيح فبيبدأ بقى إعادة امتصاص المواد المهمة فيتم امتصاص الماء اللي بيحتاجها الجسم وبيتخلص من الفائد وبيتم امتصاص معظم الاملاح اللي بيحتاجها الجسم وبيتم امتصاص كل الجلوكوز علشان الجسم بيحتاجه ولو زادت نسبة الجلوكوز في الدم وزادت عن حاجة الجسم يعني بتتخطى نسبة 180 ميلي جرام لكل 100 سنتيمتر مكعب من الدم مش بيتم امتصاص الكمية الزايدة عن حاجة الجسم وبينزل الفائد من الجلوكوز في البل وبيسبب مرض البل السكري بعد ما بيتم عدة امتصاص المواد اللي بيحتاجها الجسم بتفضل الفادرات النيتروجينية اللي بتكون في صورة يوريا واللي معروفة باسم البولينة وبالتالي كده مكونات البل بتشمل كل من الماء الفائد عن حاجة الجسم والفادرات النيتروجينية اللي هي اليوريا وبعض الأملاح غير العضوية ومواد تانية فائدة عن حاجة الجسم بنسب صغيرة زي مثلا الفيتامينات والجلوكوز والأحماض الأمينية وأول منطقة بيطلق على السائل اللي ماشي فيها مصطلح البول هي القناة الجامعة عملية إعادة الامتصاص الاختياري هي عملية مهمة جدا 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 لأنها لو ما حصلتش كل اللي بيتم ترشيحه في محفظة بومن حيخرج مع البول وبالتالي في الحالة دي الجسم حينقص منه مواد كتيرة جدا وضرورية ومهمة للجسم كمان الجسم في الحالة دي هيكون محتاج يشرب حوالي 170 لتر من المية يوميا علشان يعوض اللي تم فقده ولكن من رحمة ربنا لنا طبعا هو حدوث عملية إعادة الامتصاص الاختياري بعد عملية الترشيح تعال بعد كده ناخد شوية معلومات وأرقام صغيرة كمية الدم الموجودة في جسم الإنسان بتكون حوالي من 5 ل 6 لتر ودي الكمية اللي بيدخها القلب في الدية الوحدة ربع كمية الدم اللي بيدخها القلب بتروح للكليتين يعني حوالي من 1 و 2 من 10 إلى 1 و 3 من 10 لتر من الدم بيمر خلال الكليتين في الدية الوحدة يعني حوالي 1600 لتر من الدم يوميا بيدخل الكليتين ودي نسبة كبيرة جدا وإحنا قلنا أن البلازمة بتشكل حوالي 55% من إجمال حجم الدم يعني حوالي 3 لتر من البلازمة بتدخل للكلية في الدية الوحدة